أتكلم لك نسبة المصوتين بالخارج في العراق شنو نسبتهم مشغل قبل ذلك هناك كثير من الدول مضمنهم اللبنان مثلا أي واحد يريد يصوت أهلا وسهلا يعني هو ما منع المخترب منعت الانتخابات في الخارج المختربي واحد يريد يجي في يوم الانتخابات يصوت أهلا ومالحبا بالعراق قصدك بالعراق عفلا لذا حتى في بيروت مثلا في لبنان هذا بلد الصغير بأنه لا يجون للبنان يصوتون ويرجعون بنفس اليوم أو يبقى في بعض الدول لا نخلي له في دولة أو دولتين يعني كثير من هناك آليات ولكن مثل العراق يعني صعب يعني هدر أموال كبيرة جدا خلنا أقول لك بلتين وعشرة الغريب دكتور وتكمل ملاحظتك أريد نسمع ملاحظتك الغريب إحنا في كل دول عالم هسا من الصير عندنا مثلا الناس رعاية أي دولة يصوتون بسفارتهم صحيح إلا إحنا نفتح مكاتب ونفتح مدارس ونفتح بشكل غريب جدا هدر أموال مطبيعية دعني أقول لك بالألفين وعشرة أدت الأصوات 272 ألف كل الخارج كان نصفهم تقريبا سوريا السويد أمريكا نسبة المشاركة الخارج بالنسبة للتخابات العراق بالألفين وعشرة كانت 2.5% فقط بالألفين واربعة عشر بحدود أكثر من 400 ألف ثلث الأصوات ثلثي الأصوات كانت في مصر الأردن الأمارات لبنان إيران تركيا سويد نسبة المشاركة كانت تشغيل ثلاثة ونصب المية بالألفين واثمانطعش عدد المصوتين 179 ألف النسبة واحد ونص واحد ونص فقط أنا أجيك الآن بهذه الانتخابات في ظل الجائحة هاي في أحسن الظروف في أحسن الظروف لم تصل نسبة المشاركة الخارج بأكثر من 3.5% لم تصل لهذه النتيجة فالآن في هذه الانتخابات رغم وجود الجائحة أجل ممكن تتوقع أن تكون نسبة المشاركة في ظل القيوت في الخارج والوضع الاقتصادي كذلك الوضع جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الكل الآن يزين بأنه لا تصل إلى نسبة 1% طيب زين فأنا ليش أخلي هناك هدر أموال كبيرة جدا أخلي فقط في الداخل وإذا أي شخص من المغتربين يريد يجي يصوت أنا أعتقد ممكن هل تتحدث عن التزوير وحتى تزوير لا تتحدث عن هدر أموال وحتى التزوير لا هدر أموال أيضا والتزوير أيضا تعرف بأنه واضح جدا بالمناسبة هذا الكلام ليس فقط نتكلم به كثير من حتى الأوساط الثقافية المهنية السياسين يقولون ما حصل في عمان والصنبول يعني تزوير واضح جدا